بروح جاري الأحمد للقصة اللي بتكلم فيها قبل الفاصل انت بتقولي احنا مفوض يبقى عندنا وعي بقى اكتر مصبوط وانا طول الوقت بقول الوعي مش بس ان انا اتفرج على برنامج مثلا في التلفزيون ولا اسماعه في الراديو لا كل واحد فين عليه مسئولية طول ما هماش يقاعد في شغل وفي اي حتة بينقل وعي يعني معلش ما هي الناس برضو ثقافات مش كل الناس بتفكر زي بعض انا جالي حد يعني في مشكلة فمفوض ان هو بيلجع لي ان انا حلها له يعني المهم الحد ده بيشتغل شغلانة بسيطة بس بياخد مرتب كويس يعني تمام فجي ادى الكارت بتاع المرتب بتاعه لمراته عشان تنزل قالت له ايه عنده بنات فقالت له انا كل شوية كده انزل اجيب لهم حاجات واركينة نجهز لهم عارف جيوا بقى بتاع زي بعين ده فانا بقى بصله وجاي حللوا المشكلة فبقول له اه بعدين قال لي دلوقتي انا قصدتها فالبنك المفروض كنت اقدم ورق يعني معالينة فسحب المرتب كله قلت له ماهو طبيعي ما انت جايبها بكارت ومشتريات فقال لي اه بس انا دلوقتي مرتب كله راح قلت له هي بنتك دي هتتجاوز بعد قد ايه قال لي لها ده لسه دي لسه في اولى سنوي فانا بص بقى يا احمد اللي هو بقى ايه قلت لي بنتك كم سنة فاني وقى نعم قال لي اه دي لسه طلع اولى سنوي قلت له اه طب انت دلوقتي يدوبك مكافي على مصارفهم لانه عنده لك كتير ايه علاقة جبت ايه قال لي جبت خلاط ما عرفش ب8000 جنيه قلت له الخلاط يعني انت اه قلت له بص اقول لك على حاج مع ان انا كان جايلي عشان اساعد وربنا يقدرنا يعني اه لأ انا تنرفست واتعصبت وقلبت الآية على طول طول اولا انت تستحمل غلطك اه وهتستحمل طول الشهر ان انت تبقى قاعد ما بتاكلش انت وعيالك اه وما يفعش حد يساعدك عشان ده ده عشوائية في التفكير اه وبعدين خلط اللي انت بتجيبه لبنتك وهي طلع اقولها سنوي وبعدين بص بقى نقولك على حاجة والله حتى قدام زمايلي يعني لهو لازم يفهمه لازم تفهم وانت لهو اولا انت تعيش حياتك بمرتبك ولما ييجي العريس ولما هي تجبر انت كمان هتجوزها على قد امكانياتك انا لا هجيب ستين طقم حلل ولا ستين بطنية ولا 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 لان انا عملت حلقة عن الغريمات وقدي ايه كانوا بيعانوا على حاجات مش موجودة على ارض الواقع قال لي اصلي امه انت لهو دي مراتك انت تقدر تفهمها ومراتك تمشي على امكانياتك وما فيش حاجة اسمها انزل اجيب خلط قبل جوازها بعشرين سنة ده الوعي اللي انا اللي انا بقوله وعلى فكرة وشدت عليه ومردتش اساعده عشان يفهم عشان يفهم وطبعا لما هي فهم هي فهم مراته لما تفهم مراته هتفهم اختها يعني اصد الوعي يكمل يستمر ده لازم ده احد اهم العقبات في طريق الجواز وفيه ناس على فكرة بتستخسر تطلق عشان الفلوس اللي صرفتها يعني شوف يعني وعيش حقيقة بائسة هو وهي ومستخسرين يتطلقوا علشان خاطر هو خايفة عالشقة وهي خايفة عالعفش اللي جابت والحاجات اللي جبناها وحتروح مننا وحتعمل لنا وقصص غريبة جدا جدا